انابى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه سمو الشيخ سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيسي مجلس الوزراء لافتتاح مهرجان البحرين السنوي للتراث بنسخته الثامنة والعشرين بعنوان تراثنا ذهبي وقد أكد سموه اعتزازه بالإناب عن جلالته في افتتاح هذا المهرجان مشيدا سموه بما يليه جلالته لهذه الفعالية الثقافية الوطنية من اهتمام خاص منذ انطلاقها لأول مرة في عام 1992 لمكانتها الكبيرة ودورها الهام في إثراء الحراك الثقافي وإبراز التراث الغني لمملكة البحرين وحضارتها وانفتاحها على مختلف الثقافات والحضارات وقال سموه ان عودة هذا المهرجان هو إضافة نوعية للمشهد الثقافي في مملكة البحرين ودعما للتنمية الثقافية فهو حدث وطني حيوي يهدف للمحافظة على الهوية الثقافية والوطنية من خلال برامجه المتنوعة وفعالياته المبتكرة والقادرة على إبراز تميز التراث البحريني والتعريف بثقافته والحفاظ على مورثاته وتناقلها جيلا بعد جيل كما أعرب سموه عن تقديره لجهود معالي الشيخ مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار في تنظيم هذا المهرجان وتسليط الضوء على التراث الذهبي ليكون نافذة للترويج لهذا العنصر الهام في تاريخ مملكة البحرين وما له من بريق خاص وسمعة طيبة جعلته أفضل أنواع الذهب بتصنيعه الدقيق وتصميمه البديع ما يؤكد أهمية الحفاظ على هذا الموروث وموصلة تطويره للحفاظ على مكانته وأصالته هذا وحضر الافتتاح معالي الشيخ مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار السيد سلمان بن عيسى بن هند المناعي محافظ محافظة المحرق بالإضافة إلى حضور رسمي ودبلوماسي والمهتمين بالشأن الثقافي في مملكة البحرين وعدد من الإعلاميين وتضمنت مراسم الافتتاح عزف السلام الملكي للفرقة الموسيقية للشرطة التابعة للوزارة الداخلية وعرض لفرقة قلالي حول فن لفجري وجولة في معرض كنوز تاريخية الذي يعكس تاريخ صناعة الذهب البحريني بالإضافة إلى زيارة الأقسام التي تحتويها القرية التراثية بما تتضمنه من محلات الذهب والحرفيين المشاركين وتقدمت معالي الشيخ مي بنت محمد آل خليفة بهذه المناسبة بجزيل الشكر والامتنان إلى مقام حضرة صاحب الجلال عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعا على تفضله برعاية مهرجان البحرين السنوي للتراث للعام الفين واثنين وعشرين مؤكدة أن توجيهات جلالته المساندة لجهود هيئة البحرين للثقافة والآثار في حفظ الهوية البحرينية العربية هي ما يؤسس لاستدامة المنجزات الحضارية بالبلاد وتتمحور الفكرة الرئيسية للمهرجان هذا العام حول عنصر الذهب في التراث البحريني حيث يسلط المهرجان الضوء على القيمة التراثية للذهب وما يمثله من قيم الجاه والجمال إضافة إلى دوره التاريخي في التجارة والاستثمار هذا وتنطلق برامج المهرجان في الأسبوع الأول المتضمنة فعاليات متنوعة افتتاح معرض كنوز تاريخية الذي يلقي الضوء على تاريخ صناعة الذهب في البحرين فضلا عن المجوهرات التراثية من مقتنيات متحف البحرين الوطني إلى جانب ذلك يقدم المعرض لزوار فرصات مشاهدة العرض القيامي الفيلمي التوثيقي الذي ينقلهم إلى رحلة اكتشاف وتأمل شيقة موسيقى موسيقى في دورته الثامنة والعشرون في هذا العام نصلت الضوء على حرفة شهرة بها البحرين المسوقات الذهبية وفي المعرض المقام بهذه المناسبة هناك قطع عثرية تعود إلى حقبة تايلوس نلاحظ الدقة في المصنوعات وتطورها في الحقب التاريخية التالية وتنتهي بما يعرضه الصاقة في أسواق البحرين تستقطب الكثير وتؤكد دائما أن حرفنا لها خصوصية ولها جمهور وهناك أيضا فعاليات موازية لها نرحب بضيوفنا الكرام في هذه الفعالية ونتمنى لهم أمسيات جميلة في رمضان الذهب البحريني الذهب البحريني عراقة وأصالة نقوش حفرت في التاريخ ذا عصيدها على مستوى العالم لما يتميز به من نقوش متميزة ومعاصرة ودقيقة الصنع يستعرض مكنوناتها مهرجان البحرين السنوي للتراث بنسخته الثامنة والعشرين والذي انطلق تحت عنوان تراثنا ذهبي والذي يلقي الضوء على تاريخ صناعة الذهب في البحرين من خلال استعراض صور لقطع أثرية ومشغولات الذهب البحريني بالإضافة إلى وثائق متعلقة بتجارته والمقتنيات المستخدمة في صياغته اليوم أنا أول مرة أحضر إلى هذا المهرجان يعني ما شاء الله يعني شوف باللي فيه تراث عربي عاتيق له قيمة كبيرة للأجيال القادمة ويعرف بالبحرين ما شاء الله يعني له قيمة كبيرة يعني نعتز بهذا يعني التراث العربي القديم الأسير شي جميل يعني أنا نشوف باللي هذا عمل يعني يتطلب كثير من الوقت ويتطلب كثير من الخبرة وعلى الإخوان والأخوات اللي يقوموا هذا بالعمل يعني يعرفوا الأجيال القادمة لنشاه لكي لا يضيع تصاميم جميلة تقوم بصياغتها أياد بحرينية حتى أصبحت حرفة تتوارثها الأجيال فالذهب البحريني اليوم أصبح علامة تجارية متميزة يعمل على صياغته الشباب بمباركة الآباء لتجمع تلك النقوش بين عراقة الماضي وجمال الحاضر تراث البحريني عريق بهذه الصياغة صياغة الذهب مو وليده أمسه اليوم على البحرين من مئات السنين أهل البحريني عرفون ذهبهم لو تيبي لهم أي نكشة من ماركات ما ماركات ما يردون إلا على الذهب البحريني والنكشات القديمة وإحنا متخصصين في تراث البحريني للذهب الأصلي نسبة لمملكة البحرين مهمة ووايد مهمة نشر الثقافة معلقة الذهب المصوغات القديمة حديثا كان سابقا الفئة العمرية أقل ثقافة من ناحية الذهب القديم بس نحن نلاحظ أن هناك إقبال ووايد على المصوغات التراثية المعاصرة مع التراثية الممزوجة فالمهرجانات هي التي تنشر ثقافة الذهب البحريني التراث الذهبي أصبح نافذة للترويج لهذا العنصر الهام في تاريخ مملكة البحرين وما له من بريق خاص وسمعة طيبة جعلته أفضل أنواع الذهب بتصنيعه الدقيق وتصميمه البديع ما يؤكد أهمية الحفاظ على هذا الموروذ ومواصلة تطويره للحفاظ على مكانته وأصالته تراثنا ذهبي تحت هذا الشعار ينطلق مهرجان التراث السنوي لهذا العام والذي يصلت الضوء على الذهب كتراث بحريني أصيل وعنصرا مهما من عناصر التاريخ البحريني وسبل الحفاظ عليه وصونه للأجيال القادمة خولة لغرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين